الآن حان وقت للمباراة بين شهيم والاشتراك والآن فاز شهيم سيد شهيم مرحبا كتا من درس الثاني انسحاب في المستوى الاحتاسي لنصف والساج كتاب طال اهلا وسهلا فيكم او عزائنا الطلاب الصف السادس نتحدث اليوم عن الانسحاب يعني نفسه المستوى الاحتاسي بس كيف ننسحب يعني من موقع منكون الى موقع اخر يعني خلينا بالبداية نحكي لكم كيف بدنا نحكي عن المواقع يعني نطلع على D هاي ها دي تمام هلا دي بدها تنسحب يعني بدها تتحرك بدها تنقل موقعها من محلها الى محل اخر يعني خلينا لو نحكي اذا D بدها تروح لبيها اذا لهاي جهة اذا عال شمال نحن مشير اذا كم وحدة سوف نعد من هنا 1,2,3 اذا اذا ثلاث وحدات الى اليسار طيب لننتقل الآن من B بدا تنزل على A لهون كيف سوف نتكلم سوف نتكلم اول شيء سوف نمشي الى اليسار وبعدها سوف ننزل لنزول اذا 1,2,3 وحدات الى الشمال الا اليسار وايضا 4 وحدات او 3 وحدات اها ما منعدها 1,2,3 الى الاسفل نفس الشي بين A الى د نفس الشي بناخد امثلة اخرى اللي هي زي اي الى د خلينا نشوف اتحقق من فهمي على نفس هذا الشكل طيب نبتدى الان بيتحقق من فهمي اذا نفتح على صفحة مية واحدة مية واحدة يا سادس ونبلش باول واحدة عندنا من اي الى د يلا وين ال اي هاي ال اي هون بدنا نمشي الى د كم واحدة وحدتان الى الاسفل طيب نمشي من اي الى سي الى هون يلا شو بنا نعمل اولا واحدتان لا اه واحدتان تمشي واحد واثنين الى اليسار وانزل انزول كم واحدة واحدة دقيقة عديهم عدي كم مربع معاك الى الاسفل يلا واحد من هون تتفلش واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة اذا وحدتان الى اليسار وست وحدات الى الاسفل يلا نمشي من سي الى بي اولا واحدة الى الاشفل واحدة الى اليسار هذه واحد واربع وحدات الى الاعلى واحد اثنين ثلاث اربعة اربعة وحدات الى الاعلى نكمل الان يا سادس اه نفتح اذا على صفحة مية واثنين هنا اضع مجموعة اخرى من الامثلة هسة هي 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 اللي رح نركز عليها نحنا هدي كان تمهيد هنا هنا هذا الشكل رح نمسك ونسحبه لهذا الشكل ام دعنا نأخذ هذا المثال ارسم A B C مثلث الذي احداثيات رؤوس C 3.2 و B 0.1 و A 2.4 ثم اجد احداثيات رؤوس تحت تأثير تأثير الانسحاب تسع اربعة وحدات لليمين ثلاث وحدات لليمين اول شي بولي كرسمي يعني هو بالاصل ما بيكون مرسومي يا سادس نرسمه نحدده A سالب 2 أربعة وين ال A؟ سالب 2 من نشي هون سالب 2 الى اربعة هون يعني هون هاي ال A ترسم ال A مع B مع C حسب ما هو مكتوب هلا بعدين شو طلب منا؟ هذا الشكل بده ينصحب بده يروح لمنطقة ثانية يعني اربع وحدات لليمين كله على بعض الشكل رح يمشي اربع وحدات الى اليمين وثلاث وحدات الى الاعلى ها انتي هون هاي المطلوبة هاي هون هيك بدك تعمل ثلاث وحدات الى الاعلى الحال هون يا سادس هايو بدنا نمشي كم وحدة قال لنا؟ قال لنا رح نمشي اربع وحدات الى اليمين هاي هون الشكل تمام؟ بدنا نمشي يعني السي من السي بل شو اشتغلوا عشان نطالب بنا يمين لو طالب لنا شمال ان نشتغل عند الايه؟ اذا كم وحدة من السي؟ اربعة منمشي واحد اثنين ثلاثة اربعة هاي هون صارت السي ليش رفعناها لفوق؟ عشان نكمل ان هو طالب لنا هون ثلاث وحدات الى الاعلى اذا هون هيك اربعة مش احنا هون وصلنا عندي السي اربعة؟ اها هلا طالب كم وحدة الى الاعلى منعد؟ واحد اثنين ثلاثة فااذا السي صارت هون هلا البي بدنا نمشي ونعد هنا عندي واحد اثنين ثلاثة يعني بدنا امشي من تحتها واحد اثنين ثلاثة اللي هي البي حددوا البي والسي وقدم رد نرجع لشكل الاصلي منعد ادي الفرق من واحد الى من عند البي يعني لعند الايه كم مربع مشينا؟ واحد اثنين ثلاثة مربعات اذا من البي برضو بعد نفس الارقاء نفس عدد المربعات رح يمشي واحد اثنين ثلاثة وعادي نرسم خطوط مستقيمة زي ما هو كما بالشكل طيب هلا اتحقق من فهمي هلا طالب مني انه نرسم يعني نعمل زي المثال الحل هو كالتالي اول شي على نفس المثال طبعا هداك اللي هناك بدنا مطلوب منه نسحب على طريقتين طيب الان هلا رسمنا نفس الشكل بدنا نسحب تمام؟ واحدة واحدة الى اليمين وثلاثة وحدات الى الاسفل هيك رح تصير معنا واحدة واحدة الى اليمين يعني السي رح تمشي كمان واحدة زيادة طبعا هذا باعتبار الرسم لازم ينرسم على رسمة نحط المربعات ونحددها احسن عشان تتوضح معنا عملية الانسحاب ها بنسبة للحل الاول وها بنسبة للحل الثاني لما حكيانا بدنا نسحب اربع وحدات اليسار يعني رح نشتغل على ايه يا راب يا سادس الايه رح تمشي اربع مرات هيك رح تصير اذا هاي حل الاولى وهي حل الثانية تمام؟ ننتقل الى عنا هنا بحكينا عن مفهوم اساسي بحكينا لعمل انسحاب للزوج المرتب نجمع الايه مع الاحداتي اكس وبي مع الاحداتي يعني اذا ايه كانت موجبة فالانسحاب رح يكون لليمين اوكي؟ واذا كانت سالبة معناها اكيد للشمال لانه بعد الصفر صح؟ واذا بي موجبة نفس الشي رح يكون بس لانها بيه عشانها واي فرح يكون الانسحاب للاعلى او للاسفل اذا كانت اكيد سالبة لانه هون تحت كلها سوالب طيب يعني بناءا على ذلك اذا بدنا نعمل زي هيك بدون ما نرسم يعني هون هذا الحكي اللي هون بدون ما نرسم يا سادس صح؟ ام يعني نجد احداثيات صور النقاط المعطافة فيما يأتي تحت تأثين انسحاب مقداره هل ادي كم وحدة لليسار اربعة وعشر وحدات الى الى الاعلى يلا نكتب القاعدة هون موجودة عندي ام الستة شو بدك تعملي؟ الستة هي عبارة عن اك صح يا سادس؟ اا والثمانية عبارة عن الواي يلا شو بدنا نعمل بها الحالة؟ هون هل هي ستة مالها موجبة ام صح؟ ام مدامها ستة موجبة شو رح تعملي؟ شو طالب هون الانسحاب؟ قال لنا اربع وحدات لليسار يعني لهون شو قال لنا لليسار شو بدنا نعمل؟ ام بدك تطرحي هايها اذا عندنا نحطها سالب الاشارة ام لانه رايحة لليسار لانه رايحين احنا جهة الصفار جهة اللي ما بعد الصفر يعني الاكس مدامها الاكس هاي الاكس حددنا اللي هي ستة بس الستة شو طالب مني بالسؤال؟ برجع السؤال طالب مني اسحبيه اربع وحدات للشمال اذا الستة بكتب ستة ناقص اربع وحداتي للشمال طيب؟ والثمانية اللي هون قدير رح تنسحب نرجع السؤال ام شو حكينا السؤال؟ عشر وحدات وحدات لوين؟ للأعلى للأعلى مش للأصفل لانها للأعلى رح تكون موجبة فبالتالي بدي ازيد للأسفل؟ اذا قال لي اسفل معناها سالب لاننا نطرح هون للأعلى يعني العشرة بدنا نجمع لها التمانية اللي انا طالب مني هون هون التمانية هاي لنجمع لها عشرة اللي موجودة بالسؤال هادي بطلع لنا نكتب ايه؟ تساوي 2 2.18 يعني المحور الجديد بدون ما ترسموا هاي الحلو فيها انو بدون ما نرسم لا اصوري هون الاكس وهاي الواي هاي بدون ما نرسم يعني هون هادي القاعدة بدون رسم تمام؟ بدون ما نرسم تمام؟ طيب نكمل مع بعض نفتحها لصفحة مية واربعة اوكي طيب هون بقول لنا اجد احداثية صور التقاط المعطاب بميالي تحت تأثير انسحاب مقداروها الادة هسا الانسحاب هنا واحد لهاي التمارين الاربع عندي بس انسحاب واحد يلا خلينا نشوف شو الاولى رح نعمل؟ الاولى كم وحدة؟ ثلاثة وحدات الى اليمين الى اليمين شو بدى اجمع او الاطراح؟ بدنا نجمع نجمع الانها الى اليمين اذا نقطف ايها جمع هون هون اربع وحدات الى الاسفل يعني بدنا نطرح بكل الحالات هدول الاربعة يلا نبدأ نعمل شو بدنا نحكيه؟ اولا سفر زائد ثلاث ويساوي ثلاث و سالب ثلاث ناقص اربعة سالب ثلاث ناقص اربع عشرتين متشابهتين؟ سالب سبعة سالب سبعة يلا البادي ها ثول سبعة سبعة زائد ثلاث سبعة دقيقة ثلاثة ثلاثة لليمين ثلاثة زائد اربعة ثلاثة تأ Comms 5 ناقص سالب سالب ناقص اربعة سالب عشر نناجحها ثلاثة 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 امرقص سالب سالب عشر ناقص اربعة ثلاثة 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 سالب ستة عشر 跑 ثلاثة ثلاثة نطرح letter keep sunlight سالب 16 زائد ثلاث نطرح وإشارة الأكبر طيب وهون تمانية ناقص أربعة يساوي أربعة تمانية شين منها أربعة يساوي أربعة طيب هلا هون يا سادس بدنا نحن نحسب قاعدة الانتقالة والانسحاب يعني شو قاعدة الانسحاب التي تنقل الدلفين من الموقع دي كان هو عندي صار ايه شو هي القاعدة نحن نحدد أول شي وين دي هايها واحد اثنين ثلاثة واثنين هاي موقع دي تمام ثلاثة واثنين طب شو ايه الايه خمسة وصفر اه منحدد عند الايهان الخمسة وهون صفر الموجودة هون طيب هاي الايه بعدين شو بنا نعمل حسب نشوف كيف كانت كانت ثلاثة شو صارت صارت خمسة اذا نحكي نزيد اثنين صح؟ ايه كانت ثلاثة صارت خمسة نعم ثلاثة واثنين بس هون بحكي لك المسافة الافقية بين الموقع دي الى الموقع ايه هي ثلاث وحدات طيب ما احنا مش بنطرح طرح يعني امشي هون من دي الى ايه واحد اثنين اهي نفسه هون ادي اوكي واحد اثنين ثلاثة الى صارت ايه هون طيب اذا نمشي تلات وكم وحدة من الاسفل بننزل واحد اثنين تن تن اذا هون جمعنا ثلاثة هون طرحنا اثنين تمام؟ اذا هون الاولى موجبة هون الثانية رح تكون سالبة هون اجد قاعدة تلين سوف تنقل الجلفي من موقع بي الى الموقع سي وان البيه قاعدة تن رح البدو الاولى هو ايه الى بنا ااثنين وان الى الشفاق ا Так�اه بوجه اكس توصي ان الريرة اثنين ان تشر شخص الثانية واحد اثنين متأس بشخص Flame ذاتٍ اثنين ثلاثة اثنين والحتيات ثانية واحد وكيد المجبات ترى اثنين الى ايه والخطوار اثنين موجبات اثنين ما في عنا سوالب. اوكي. طيب ننتقل الان الى هون. هي اسئلة التدريبات. بنحلهم مع بعض يا سادس. بقول لنا اصف كل انسحاب ميلي معتمدا على الشكل الاتي. بنطلع على هذا الشكل اللي بنحله يا سادس. شو الحل الاول نقرأ? ام بي بتصير ثلاث. هاي البيض هتصير ثلاث وحدتين. وحدة واحدة الى اليسار اه. وفرث وحدات الى الاسفل. ثلاث وحدات الى الاسفل. وصارت وحدة الى اليسار. منتظ. اف الى اي. اف الى اي. اربعة وحدات الى الاسفل. واحد اتنين تلاتة. ليش اربعة? اف ده تنزل عند اي. اه. واحد اتنين تلاتة تلاتة مش اربعة. اذا تلات وحدات. طيب نشوف اي الى بي. اي الى بي. اي الى بي. اي الى بي. سبع وحدات الى اليسار. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة طيب. وكم وحدة الى الاعلى? واربعة وحدات fi مباشر. واحد اثنين ثلاث. وثلاث وحدات الى. الاعلى. طيبDerف هذا البي وهي ال 점ف مباشر وهبي عاليمين. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اذا نسبع وحدات الى اليمين. طيب قولنا أرسم مربع احداثيات رؤوسك كذا على المسوائي الاحداثي. طيب قولنا بعدين. نرسمه يا سادس رعبنا مطلوب منها نعمل ست وحدات إلى الاعلى كيف راح تصير? كيف راح تصير? ست وحدات الى الاعلى اذا كتابة. اوكي. تحت تاثير الانسحاب يعني. بدنا اياها كتابة بدون ما نرسم. راح تصير كالتالي. مدام طلب مني ستة وحدات للاعلى. الزيرو راح تضلها زيرو. والا لانو للاعلى. والواي راح تصير ستة تمام? ام. اوكي. البي شو راح تصير? اتنين وستة. اوكي? والسي راح تصير اتنين وتمانية. واخر اشي هون سفر راح تصير. راح تضلها سفر طبعا واتنين راح تصير تمانية لانو ست وحدات. هلا خمس وحدات الى اليمين ووحدتان الى الاعلى. شو راح تصير نقرأ? خمس و ا ا ا راح تصير ا فتح ا فتحتين خمسة فاصل اثنين. و بي فتحتين سبعة فاصل اثنين. و سي فتحتين سبعة فاصل اربعة و دي فتحتين خمسة فاصل اربعة. واحدة واحدة للشمال لليسار والأربعة وحدات الى الاسفل كيف رح تصير? إزا الواحدة واحدة لل يسار والأربعة وحدات الى الاسفل طيب اي ثلاث فتحات سالب واحد فصل سالب اربعة بي ثلاث فتحات واحد فصل سالب اربعة سي ثلاث فتحات واحد فصل سالب اثنين ودي ثلاث فتحات سالب واحد فصل سالب اثنين طب هذا الشكل بيحكونا يا سادس اننا بننسخو على الورقة بنكتبو زي ما هو تماما بعدين بيقول لنا انت سبح اسحبو وحدتين لليسار واربع وحدات للاسفل شو رح يصير نجد الاحداثيات كيف رح نصف قاعدة الانسحاب هون مطلوب منا انه نصفها كيف كان وكيف صار يعني هون مش مطلوب انه نرسم بسنا نعرف شو القاعدة شو رح نعمل بالزبط الشكل الاول معنا اللي هو رقم تسعة مشي معنا خمس وحدات للشمال وحدتين للاسفل جابهم بيّن بنحسبهم مظبوط تمام رح تلع معنا بهذا الشكل طيب هلا الشكل الثاني اللي هو شكل رقم عشرة بحكينا كم وحدة الى اليمين اكيد هو مشي من الاحمر الى الازرق ست وحدات الى اليمين اهه وثلاث وحدات الى الاسفل يعني من هون واحد اثنين ثلاث اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة لهون وبعدين ثلاث وحدات الى الاسفل واحد اثنين ثلاثة ايها اوكي ننتقل الى صفحة مية وستة هون بحكينا اجد قاعدة الانسحاب اللي بتنقل الشمعة من الموقع L الى الموقع M وين L وين M منركز مضبوط يا سادس اي L و L M ايها اكس زائد ثلاث فاصلة Y زائد اربعة ها ها هي قاعدة الانسحاب نعم اجد قاعدة الانسحاب التي تنقل الشمعة من الموقع N الى P هون اكس زائد اثنين وين ثلاثة 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 أعند انتظر مثلا ثلاثة الإدل 찬و اليمين نجمع ثلاث وحدات العالة برضو من نجمع بالحاتين فاجد احداثيات رؤوس المثالة الاصلي ال وم ون بس هون ننتبه انه طيب يعني هاي من نرسم ها بالاول او بدون من نرسم نحدد شو هي القاعدة ازا هون بالحالة الاولى ما دا حكالي ينسحب الى اليمين اوك رح نجمع وهون رح نجمع صح؟ امم هم هون بننتبه هون عاملين العكس يا سادس يعني هون بحكي لك شو المثالة الاصلي يعني هاي الشكل بعدين بعد ما سحبنا وخلصنا انتبهوا لهاي الشغلة ازا هون معناها مش هون احنا بنجمع ونجمع بالحالة الاصلية يعني يعني مش انه بالحالة المثالة الاصلي بدي امسك واسحب لليمين بس هون نسحب وخلص بتالي رح نعكسها لان هو طالب مني الاصلي انتبهوا لها يا سادس مضبوط يعني معناها بالحالتين رح نطرحون ورح نطرحون يعني هي الال كانت ايش لصارت اتنين كانت سفر والاربعة شو كانت كانت واحد لانه مشينا مرتين طيب نطلع لهون الام كانت ايش كانت واحد صارت تلات وهون كانت سالب اتنين صارت واحد والان كانت سالب اتنين صارت سفر وكانت واحد صارت اربعة طيب ننتقل لرقم اربعة عشر ونقرأه اربعة عمل انسحاب لشكل باستعمال القاعدة اكس سالب ثلاث فاصلة واي زائد ستة ثم عمل انسحاب اخر لشكل الناتوش في عملية الانسحاب الاول باستعمال القاعدة اكس زائد ثلاث واي فاصلة ستة اصف الموقع النهائي شكل من دون رسم اجابتي اكس فاصلة واي نروح على اكتشف هون زي ما انتم شايفين كانت سالب ثلاثة صارت ثلاثة وكانت ستة صارت سالب ستة فمعناها على المحور نفسه على الاكس نفسه والواي نفسه تمام ام اوكي يعني لانه البسط رحيهم بطلع صفر طيب هون خالد عمل انسحاب لنقطة اي مقدار طيب اوner وهش او مرة واحدة للاسفل يعني ناقص ووحدة واحدة لليمين عن زائد واحد هل حكيو صح� فال controlية الى راح منها كامتين للاسفل ناقص اثنين والانية واحدة واحدة لليمين زائد واحد هذا صح لهون طيب ان ترح اخبرها واحد اثنين تكون واثنين واحد زائد واحد تساوي اثنين ليشو الغلط ثلاثة زائد واحد لازم انه هون ام يعني هون عاكسهم اي المفروض شو؟ وحدتين الي الاسفل نزور شو بتتكون؟ تكون متوافة طيب بتتكون سالبي يعني سالب اثنين وين بدي كنت سالب اثنين الواي ولا الاكس؟ الواي الواي مش الاكس انتبهوا لها يا سادس هاي ثاني بتتكون الاكس الي راحت على اليمين هو عاكسهم يعني المفروض الاكس هو الي جمع لها واحد زي هيك والواي يطرح منها سالب اثنين هو عاكسهم تمام؟ طيب اخر اشي هون بحكي لنا أجد إحداثيات صورة المثلث الأخير في عندك هذا الشكل عملوله انسحاب إحداثيات رؤوسه هالأدة لا هذا شكل جديد تمام بس هون عملوله انسحاب مرتين الانسحاب الأول بدهم يعرفوا شكل الأصلي تمام هلأ للمثلث إحداثيات رؤوسه هالأدة فمعونا انسحاب آخر لصورة المثلث مقداره هالأدة نجد إحداثيات صورة المثلث الأخير هذا يعني هو كان شكل نسحبوه صار هذا الاحداثيات الجديدة ردوا يسحبوه مرة ثانية يعني اشتغلوا على هادول هلا وبدنا عنا نعمل عليهم انسحاب شو بده تصير الايه الايه قدي يسحبوها ثلاث وحدات الى اليسار وثماني وحدات الى الاسفل اهه بس خلينا نشوف ثلاث وحدات الى اليسار وين صارت الايه ايه صارت 2 فاصل سالة بترفتاش لانها ايه ثلاث وحدات الى اليسار الزير بده يمشي الى اليسار ثلاث تصير اثنين طيب وهون سالب اثنين ايش هاي سالب تلتعاش ايوه طيب والبي شو صارت البي صارت اربعة فاصل اهدعش اوكي واما السي وسالب واحد فاصل سالب سبعة اوكي اه لانه في عندك ثمن وحدات هون الى الاسفل وثلاثة الى اليسار اذا ثلاثة وتمانية التانية بدنا نطرحها من الثلاث اللي هون بتصير سالب تلتعاش تمام الاولى اذا من نجمعها مع السالب تلات والتانية مع السالب تلاتة هايها اذا الواي ناقص تلاتة والاكس ناقص تلاتة اوكي اوكي اذا الواي ناقص تلاتة اذا هايك رح تصير الترتيب زى ما انتم شايفين ما كانت نازل الكاميرا سوريه اذا اثنين سالب تلتعاش وهون اربع مع الهدعش وسالب واحد سالب سبعة تمام يا سادس وهيه اخر اشيه منتركلكم اياه هو زي اعادة لاشرح نفسه نراكم ان شالله في فيديو جديد نحكي فيه عن كتاب التماري لنفس هذا الدرس شكرا إلى اللقاء